موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتونا جدا جدا من السيزن اللي فات لغاية النهاردة الحلقة النهاردة تعتبر حلقة استثنائية مش هيبقى معادنا المعدة هيبقى ان شاء الله هنرجع لمعدنا الاصلي يوم السبت النهاردة بقى الحلقة هنعملها حلقة خفيفة كده بقى مش الحلقات اللي فيها اواضي ومشاكل لا قلنا نبدأ بقى بحاجة كده خفيفة عليكم في بداية السيزن وبعد كده بقى ان شاء الله الحلقات اللي بعد كده هتبقى فيها الأواضي والمحامين والتكاترة النهاردة معانا تلات فقرات الفقرة اللي انتوا بتحبوها جدا وهي فقرة المطبخ ومعانا فنانة في التجميل ومعانا رجل أعمال معروف هنبدأ دلوقتي بتقديم فقرة المطبخ معانا الشيف ميرفت سعيد أهلا بك دكتور زي حضرتك الحمد لله حمد ميرفت معروفة على السوشيال ميديا محبوبة جدا جدا لها أصحاب كتير متابعين كتير على طول سعية للخير وصفاتها بتعملها دقيقة جدا جدا عندها حب الناس لها كبير قوي يعني اللي رشحوها للحلقة دي مش هي اللي رشحوها الناس اللي هي تشرفني النهاردة في الحلقة الحمد لله حبوبتي وليلي يا ميرفت أنت مش أول مرة تطلعي معي أمت تلاتي معي أبدا كده صح؟ حضرتك اللي تطلعكيني على الميديا أصلا بدي خليك بدي خليك وليلي النهاردة بقى تقدميني إي كده؟ كيك بسيط كده أنا عندي مشكلة في البيت شوية فمش بحبه قوي في الطعم في ناس كتير على فكرة ما بتحبش طعم فعلا البيت في أنا في أي حاجة يعني ما بعملش عملي المرة جال مع حضرتك عملك بني من غير بيت تماما إن شاء الله بس النهاردة بقى دي كيك ببتين بس بالنسكة فيه كده بصطعمه حلوة قوي والكاكاو تمام وإيه تاني قلت لي هتقدمي حاجة تاني وإن شاء الله أكل بقى عربيات كبدأ وزجق أكل العربيات بقى إن شاء الله طيب تمام هسيبك تبدأي تمام ونطلع فاصل ونبدأ أول فقرات لنا اشتركوا في القناة 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 وعلى الصفحة على الفيسبوك في استضافة الديوف اللي شرفونا هنا بس طبعا احنا لما بنختار الديف بنختاره بعناية جديدة بنسأل كويس عليه بنشوف ناجح فعلا في مجاله او لا فطبعا الجديد بقى عندي في البرنامج النهاردة اللي انا ما جبتش قبل كده حد يكون متخصص في عالم التجميل والميكاب ارتستو فالنهاردة معانا فنانة فعلا في عالم التجميل ومعروفة جدا جدا في الهلية مدام ام ادم اهلا بك مدام ام ادم دي الشهرة تمام كده صح اللي معروفة هناك معروفة هناك ام ادم اه اما الاسم اللي العادي هدى عبدالله فارغ هدى تمام معروفة جدا هناك اسمك اسم ام ادم يعتبر علامة مميزة في الاهلية كلها بتشتهري بالجديد كله في عالم التجميل يعني المدام الاخر بيبقى عندك طيب طبعا جات لي اسئلة كتير قوي بقى اول ما عارفه اللي في عندي هنا في الفقرة حد متخصص في التجميل جات لي اسئلة كتير بس انا قبل ما ادخل في الاسئلة عايزة دردش معاكي كده شوية وليلي دي كانت هواية ولا انت خدت كورسات ولا ايه بقى دي كانت في الاول هواية اه وانا في سنوية ودخلت الجامعة وكانوا الصحابي هما بيشجعوني جدا وبعد كده اتجاوزت وكنت لسه برضو بتحب الموضوع ده اه خلصت جامعة واشتغلت مدرسة ثلاث سنين بس كنت برضو باشتغل حاجات دي في البيت والاسحابي وكده وبعد كده قررت بقى ان انا اروح للتجميل اللي واسيب الدراسة تتخصصي بقى في التجميل اه واخدت كورسات على مر بقى الفترة دي كل انا بقى لي 12 سنة شغالة اه بس من حوالي خمس ست سن كده بقى اخد كورسات اكمل اللي طلع جديد واكمل النقص وكده بس في حاجة كتير جدا اكتسبت بالخبرة اه اكتر من الاكاديمي اه وفعلا احنا بنقول اللي هو الشهادة مش كل حاجة لازم يبقى فيه خبرة بلس الشهادة وعالفكرة ساعة الخبرة عنفكرة بتدي نجاح اكتر من كده تاخدي شهادة لازم الاول بتزداد في التجميل يوبى فيه حسة فنية اه زوق رسم زوق اه طبعا اه في البداية الاكاديمي مش بيعلم النقطة دي خلص اي ما هو الكورسات بتبقى يعني عبارة عن ايه اسبوع عشر تيام خمسة عشر يوال اوكي اول سؤال واحدة ما تعرفش حاجة في التجميل خالص عايزة تحدد لون البشرة بتاعتها او يعني تحدد النوعية بتاعت البشرة بتاعتها طبعا علشان تبدأ بقى على اساسها تبدأ تحط الكريمات وكده تعرفها ازاي هي اولا تختب الشهاد كويس جدا بستبون المخصص للوش سوري هتسيبه ساعة من غير اي كريمات ولا ميك اوب ولا مرتبات ولا اي حاجة هتسيبه عشان يفرز براحته الدهون بتاعته ان كان هو دهني وبعد ساعة بتجيب المنزيل نضيف و ناعم عشان ما يطعبش البشرة تبدأ بالضغط على اماكن معينة في البشرة اللي جابها الانف الدق الخدين المنطقة اللي هتبين فيها دهون اكتر في المنطقة دي اللي هي بتيه دي كده بشرة مختلطة مختلطة في نفس الوقت يكون خدود جفة دي تبقى بشرة مختلطة لو طلع المنزيل ناشف و ما عليوش اي دهون بس عليه قشور بيدة دي كده بتبقى البشرة جفة طلع المنزيل الجزء ده الجزء ده اللي اثنين متساويين في النواة طلع نضيف و مفيش في اي حاجة دي بشرة عادية هلو او يعني احنا كده فرقنا مبين البشرة الدهنية بيبقى المنزيل بقى من كل الوش من هنا و من هنا و كل الاماكن بتبقى كل المنزيل كله دهون كل دهون دي البشرة اللي كلها دهنية كده اه كده عرفنا نفرق ازاي البشرة بتاعتنا لان في بنات لسه بتبقى طالعة مش عارفين يحطوا الميكب بيحطوا كده و خلاص بضبط و الكريمات كمان كده غلط يعني يعرفوا يحددوا نوع البشرة بتاعتهم الاول قبل ما يحطوا اي كريمات العناية لو جابت كريم عناية مثلا او كريم ليلي ودهنت كريم البشرة الدهنية وهي اصلا بشرتها جافة هدوقى مشكلة هينطس الدون اكتر هتنشف اكتر وتشقق بس انا انا ملاحظة ان يعني نقول سبعين في المية من السيدات بتبقى البشرة بتاعتهم مختلطة بتبقى مختلطة اللي يعني منطقة التيزون الخدود مفيش فاق دهون والمنطقة دي غالبا هي اللي بتلمع تمام طب دي المستحضرات التجميل بتاعتها ايه يستخدموا ايه دون بقى فيه كريمات خاصة وطنر ومنظف وهي مقشر للبشرة المختلطة ببقى المنظف الاول والطنر بيبقى تنزف بعمق اكتر عشان البشرة الدهنية بتبقى الحتة دي ما سماها واسعة فالمفروض ان هي بتلقط بسرعة البكتيريا بتعمل حبوب ومشاكل المنطقة الدهنية بالذات فبيبقى فيه منظف وطنر ومقشر المقشر ده مرة بس في الاسبوع وببقى فيه مصق وبقى فيه كريم ليل وطبعا نوقع الشمس تمام تمام انا كان نفسي على فكرة تجيبي موديل وقدت ايه توري السادة المشاهدين احسن التطبيق عملي المرة جاية مش اسيبك المرة جاية ان شاء الله وليلي بقى موضوع البروتين بقى هو انواع كتيرة وفيه غالي وفيه رخيص وفيه ناس بتشكر فيه جدا جدا وفيه ناس بتقول لا مدر وليلي بقى حكايته ايه هقولك افيت هو البروتين الشعر دلوقتي انا عني شعر متعملتش فيه اي حاجة لا سبغة ولا تعرض لحرارة ولا تقصف ولا هاش ولا فيه اي حاجة شعر فتلته حلوة زي ما بنقول الروابط بتاعت الشعراية كاملة البروتين جواه معقول مش مش موجود الشعر ده اقدر اعمله بروتين وانا مرتاح بس بخطوات معينة انا اولا ملمسش الفروة انا عندي عامل حماية المفروض احطه على الفروة كلها ده القولة بلكس مثلا ده طبقة عزلة بتعزل البروتين اصلا عن المنبت فانا قريدي عندي شعرية كويتة مش مش تلفة ان انا هديها بروتين هتقطع لا هي قادر تستحمل فالشعرية اللي اصلا ما خدتش بروتين قبل كده دي تقدر تستحمل مع عامل حماية ومع مجموات العناية بعد البروتين هيبقى الشعر تمام مزال فل ومع اني ما اصبغوش بعد البروتين لا ما نفعش اصبغ تاني بعد البروتين انا اصلا تعبته في البروتين ودخلت في الرابط بتاعته عشان بدي البروتين انا هصبغه مش هفك رابطه تاني اه في نقطة تانية عايزين السور يا جماعة بعد اذنكم فيه ناس تكون شعرها مسبوخ تسبوخ كل شهر كمان مش كل سنة مع ان ده مش المفروض كل شهر كل ما يطلع الاسود خير الله ما اجعله خير خير احنا على هوا اه البلونة طيب ماشي اوكي كل ما يطلع الاسود يرجع ورا بيسبوغه تاني فالشعر اللي ورا قريدي مسبوخ فبتجيب سبغة على سبغة طيب هي ممكن تعمل الاطراف بس ده انا بتكلم من نقطة دي اللي هي بروتين وسبغة بتكلم المليتين زي بعض البروتين انا اما بحط على الشعر واللي ورا مسبوخ فانا كده ده غلط ده بيتعب الشعر وبيقصفه فبالتالي الناس تجي تقول البروتين بيقصف الشعر لا 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 تمام تمام طب قوليلي كده كان فيه صور يا جماعة بعد اذنكم تعرضوها اه اه قبل ما يجهزوا بس عندي الصور عايزين نعرف الوان الجديدة بقى الموضة في الشعر اه فيه تقنية طالعة جديدة اسمها البلياج والامبري اه وبرضو حاجات على المخسلة في السبغة اللي هي الرنساج دي بيبقى زي السبغة وشامبو سيلة كده بتتحط على العميلة وهي بنخسلها شعرها فان هي بتغير اللون مش ان انت بقى بتسيبي السبغة على الشعر ساعة ولا ساعة لربع اللي هي بتطفي الأورنج وبتعدل اللون من أشعر الرمادي دي تقنيات طالعة جديدة والالوان بردي الرماديات ده بيوتي سنتر صح؟ اه ما شاء الله جميل يبقى فيه سنس برضو كده وانت بتعميلي حقك دي غرفة العراي جميلة ميكة بحلو ولايق مع بشرتها اسلام يا دكتورة ربنا دي تبقى فيه رموش اه مموش طبعا تحسي فعلا كده اللي هي بالوحدة بالوحدة اه جميل مهم جميل قوي قوي مهم اللون ده جدا مش هزا قولك يعني دي الأحمر ده والقفتة برضو أنا اللي عملاها اه ما شاء الله دي الصورة دي من حوالي أربع سنين تقريبا كمان الشغل بيتطور كمان كل سنة عندي بس لأ الميكة بحلو جدا الحمد لله فنانة ممكن اي حد يحط الميكة بس حتة اللي يبقى عندك كزوق اه بحب الرسم اه كنت لسه اقولك بيبقى فيه كده ترابط ما بين الاتنين ما بين ال انا بحب الرسم والالوان مستمتعة وانا في المهمة بتحبي يوم اللي مش بشتغل وبزعل اه مش بتعملي الواجب مثلا لا لا خالص بتعملي شغلك بحب 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 تمام خلاص كده خلاص الصور كده تمام طيب وليلي بقى المودة بقى عايزيننا عربا ندخل في المودة بقى كده مودة الشعر ايه بقى الالوان اه السبغات اللي قلت لحضرتك لا الالوان ايه الرماضي واللي هو الكسنال محمر اللي هو الأحمر المهجني اللي هو شبه اللون اللح اغمق شوية اغمق شوية اه طب بالنسبة للميكاب الروج والكلام ده اخبروا ايه بقى الالوان الروج اه الالوان الروج اللي هو الكشمير 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 السن على اللي هو بنقول عليه ميت بجات السنة بس مش بيش بيش اه بس هل ده يليق مع كل اله لا انا مش بمشي على المودة مع كل الناس اه طبعا في رسمة عين ممكن تدايق العين وفي رسمة عين توسع العين طبعا وده كله تجميل مفرمي انا مش عندي عين صغيرة واروح احط الحاجة اللي تدايقها مش نقصين بسراحة منفعش منفعش واحد اللي يشوف العجب على فكرة في حاجات معينة لا في حاجات معينة لازم اعملها عشان العين توسع ده شو حاجات معينة ما عايز اقولك ان فيه بنات بيبقى او شو مامور قوي بيدخلوا عند اه بيدخلوا بعد الميكوب تلاقيهم حاجة تانية خلص وحش يعني بطبيعته بيبقى حسد فاختيار طبعا الميكوب ارتست ده اختيار لازم يكون موفق ويبقى فيه خبرة وتبقى سأل عليها قبل ما تروح تجرب طبعا طبعا كمان الحاجات اللي بتحطى على البشرة فيه طبعا لازم تبقى واسقة فيها اه لان دي ممكن طبعا مالي والنضافة بتاع الفرش والحاجات دي كلها طب اقولك حاجة لو جاتلك مثلا عروسة عندها مثلا ايه اللي هي الخروم اللي هي بتبقى في الوش وكده ممكن بالميكوب الحاجات دي بندريها بالبرايمر اه البرايمر ده حتى كانوا مثلوها قبل كده على شكل برتقانة البرتقانة فيها نفس المسام تقريبا بس على اكبر بتاعت البشرة كأنك عاملة زوم على البشرة فجايبينها ومثله كده البرايمر بيعمل ايه لا بيخليها سطح مستوي واملس والحفر تملت كانوا مفيش حاجة خالص لا لا انتي بصة بعينك اصلا مش هاي في حاجة كل تملت وبايدك نفس الاحساس وبعد كده طبقى تبقى الفاونديشن والكوريكتور والكونسيلر والحاجات دي والليلي الرموش بقى الطبعية اللي بتقعد فترة بتاخد قد ايه يعني بتقعد في البشرة قد ايه على العين من غير ما تقع لان انا بشوف بقى حاجة كده غريبة يعني هو بصراحة هي كل ما حد يقول ثلاث شهور وسبت شهور ايوه ده مش حقيقة يا جماعة خالص مش حقيقة لا احنا نستعمل لازل مكتوب عليه ست شهور اه مش بيكمل اكتر من اسبوع بعد الاسبوع بيبدأ انا مثلا بركب مثلا تقريبا مكسيموم مية شعرة اه حوالي سبعين وقعوا وتيجي عشان اعمل تاني الرفيل عليها ايه بعد قد ايه بقى كل ما تقع حاجة تيجي احطها لها ده ده ما هو عشان كده هو مش انا شخصيا مردتش اعمله يعني ايه ان انا احط وارجع كل ما تقع عشان احطها طب انا هستمت بالرموش اللي انا مش كل شوية احط رموش امتا طب وتبقى طبعا الفرق في المبلغ يعني يقول مثلا ايه دي هبيعون من ثلاث لست شهور سيه مثلا ايه خمسمائة جنيه اما لما تروحي مثلا يوم تركبها مثلا بخمسة وسبعين طب انا انا شايفة ايه الفرق بقى يعني ما انتي تي ناس بتجري ورد المودة وكل حاجة تسمحها بتروح تعمله بس انا قبل ما اجرب اي حاجة اللي عميلة انا باجربها على نفسي اي حاجة جهاز مثلا بيستعمله في طنيف بشرة وحاجة ميكوب درجات روجات لازم كل حاجة اجربها الاول وبضمنا الماتيريال دي كويسة اه طبعا جربت الرموش وقلت لها تزام بقول لحضراتي كده فجأت واحدة وقلت لها للامانة كذا 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 قالت تمام ركبيها انا كل ما اتقع هاجة اركبها يبا احنا كده نعمل تروس على موضوع الرموش اللي هي بالمدة اللي هي مغرقة دعاية على السوشيال ميديا دي احنا مهدمنا الدنيا يا جماعة بطاول برغم ان انا بنبه على العميلة ان هي اه حاجات معاية متتعملش صابون متتعملش مياسخنة اه حاجات كده بس برده هي بتقع بتقع برده وزودنا اللازق برده بتقع برده طب قوليه بقى فين المحل بتاك البيوتي سنتر هو مكتوب متانو فين بالزبط بقى السنبلوين شرع المستشار خلف مسجد الطاهر هو مكتوب تمام موفقة وان شاء الله المرة الجاية بس جديد لي موديل معاك علشان نطبق عملي قدام السادة مشاهدين شكرا لك هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نواصل فكرة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم